اتطار النهاردة المركز العربي للبحث ودراسات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عقد مؤتمره السنوي لشباب الباحثين تحت عنوان رؤية شباب الباحثين لمستقبل مصر المؤتمر المستمر لغاية بكرة بيناقش محاور متعلقة بالتحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها وتمويل المشروعات الكبرى للانطلاق بعملية التنمية للأمام كاميرا مصر في يوم كانت شهدة على انطلاق هذا المؤتمر وسجلت جانبا منه نشاهد لطرح افكار الشباب واهمية الارتقاء بالبحث العلمي عقد صباح اليوم المؤتمر السنوي الاول لشباب الباحثين تحت عنوان رؤية شباب الباحثين لمستقبل مصر وتتمثل اهمية هذا المؤتمر في توقيته الذي يأتي متزامنا مع انتهاء الدولة من ثلاثة استحقاقات لخارطة الطريق وتوجيه كافة اجهزة الدولة ومؤسستها لرعاية الشباب وتمويل افكارهم والتمسك بالروح العلمية لمعالجة كل القضايا السياسية والاقتصادية الهدف ان احنا نطلع بوثيقة شبابية لمستقبل مصر بيعبر عنها جمهور الباحثين واعضاء برماني الشباب اللي بيحضروا المؤتمر جايب شارك في البحث ده اهميته ان كان فيه محاور مهمة جدا هي اللي بتشكل ازاي ينفع نعمل المرحلة الانتقالية بشكل كويس السياسة الحاكمة في مصر رأت ان المستقبل للشباب وبما انهم هم اللي عندهم الرؤية الصحيحة عن المستقبل او هم اللي عندهم الرؤية الصحيحة عن المستقبل هي الاساس فبدأوا يشتغلوا على الاساس ده التعرف على رؤى الشباب الباحثين وطرح افكارهم في القضايا الاقتصادية وغيرها هو الحل الامثل لخروج مصر من عنق الزجاجة محمد سعد قناة دريم